انحل بعض الاكسرسايز اول سؤال complete the space if a force if is applied to a bar of cross section a the stress is بيقولي اكتب العلاقة اللي هو ال if by the e the stress the strain in an object subjected to a stress is the مطلوب مني اكتب تعريف ال strain او الانفعال اللي هو the deformation caused by stress او التشوه الحادث بوسط الاجهد there are three types of stress يبقى مكتب مني اكتب انواع الاجهدات اللي هي attention, compression والshear in the linear region في المنطقة الخطية اللي هو العلاقة بين the stress and strain the naut and naut are linearly proportional طبعا التناسب بيبقى ما بين the stress and the strain up to the elastic limit حتى the elastic limit اللي هو حد المرونة an object return to its original lens when the stress is removed يبقى الجسم بيعود لطوله الأصلي بعد محوء the stress يبقى قابل ال elastic a limit او حد المرونة دي بعض الفراغات اللي ممكن تجيلي ندخل لأول مثال a road with a radius of قضيه بنصف كطره خمسة من الف متر and lens اعطيني ال original lens اللي هو ال i stretches استطال يبقى اعطيني delta l when subjected to attention force اعطيني القوة المؤسرة اللي هي قوة الشد 10,000 newton compute احسب stress strain and youngest modulus كل المعطيات عندي هحسب اول قيمة stress الاجهاد equal f by a الف موجودة لكن مساحة المقطع طبعا مساحة المقطع الرودة عبارة عن دايرة ومساحة الدايرة by r تربية حسب stress بعد كده احسب stream ipson delta l by li الاستطالة موجودة والطول الأصلي يطلع لواحد من ألف طبعا الانفعال ليس له وحدة او unitless بعد ما حسبت stress والstream young modulus هيساوي stress by stream بقسم القيمتين على بعض وبحسب young modulus السؤال الثالث 2 kg load is hung on a wire having lens off كتلة مقدرها 2 kg علقت على wire طوله الأصلي 4 متر وأعطيني cross section area مساحة المقطع وأعطيني young modulus what is its increase in lens يبقى هنا بيسألني على الزيادة في الطول اللي هي delta l بكتب الأول قانون معامل young أو young modulus وبحطه في الشكل ده اسهلي عشان أطلع علاقة لل delta l يبقى delta l يتساوي ال f في ال l على ال e في ال e كل القيم موجودة عندي بعوض ال f اللي هي وزن الجسم ضربة 2 في التصارع الجاذبية الأرضية أفرق ما بين الكتلة والقوة القوة اللي هي الوزن اللي بيساوي ال m في ال g الطول الأصلي موجودة 4 متر كل القيم موجودة حسب الزيادة في الطول طلعت 9 و 4 من 10 ف 10 أسسالة مثال آخر A solid sphere is initially surrounded by air في الأساس محاطة بالهواء يبقى بتتأثر بالضغط الجوي اللي هو قيمته 10.5 باسكال أو 10.5 نوتن بير سكوير ميتر اللي هو normal atmospheric pressure The sphere is lowered into the ocean نزلت إلى عمق في المحيط أتى depth where the pressure is عند عمق كان الضغط 2 في 10.7 يبقى حدث تغير فيه الضغط The volume of the sphere in the air أعطيني حجم القرة في الهواء اللي هو original volume ال vi By how much does this volume change when is the sphere is submerged احسب لي التغير في الحجم نتيجة لغمر القرة وأعطيني bulk modulus أو معامل المرونة الحجم الأنصر bulk modulus equal delta b على delta v على vi أو v cn أنا عاوز delta v هطلعها في علاقة الوحيدة طبعا هرتب الأول bulk modulus هيساوي سالب delta v في الحجم هيطلع لي مقام المقام بسط يتبقى تحت عندي في المقام delta v أضرب طرفين في وسطين أوصل للعلاقة اللي أحسب منها delta v بحسب delta v زي التغير في الضغط الضغط اللي فيه القاع ناقص الضغط اللي كان بيأثر على القرة وهي على السطح أو final pressure minus initial pressure فيه الحجم الأصل نص على bulk modulus ينتج عندي delta v أو التغير فيه الحجم